السلام عليكم والله وبركاته الحمد لله بالعالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد بن وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا محضراتكم في الفيديو التعريفي بقناة لتعليم قراءة المخطوطة هذا الفيديو سنتكلم فيه عن عدة نقاط توضح الهدف من القناة الهدف الأول للقناة هو إعانة قارئ المخطوطات على أن يقرأ المخطوطات قراءة صحيحة أولا ما هي المخطوطات؟ المخطوطات هي أصول الكتب القديمة التي توجد مطبوعة بين أيدينا الآن يعني الكتب الشرعية وغير الشرعية طبعا المخطوطات هناك مخطوطات في العلوم الشرعية كالفقه والعقيدة والحديث واللغة وغيرها ويوجد أيضا مخطوطات في الطب والهندسة والجبر وكل هذه العلوم كل العلوم تقريبا لها مخطوطة هذه الكتب تنقل أولا أو تكتب أولا ثم تطبع بطريقة معينات قراءتها وفهمنا فيها ثم كتابت ما فيها ثم تطبع هذه الأصول التي هي مخطوطات المخطوط طبعا هو ما خط باليد ما كتب بخط اليد ما كتب بخط اليد هذا كتب بطريقة مختلفة عن طريقة كتابتنا اليوم طريقة مختلفة من حيث القواعد الإملائية ومن حيث علامات ورموز معينة تكون في المخطوطات لأن المخطوط لا يتكون من كلمات فقط بل كلمات وعلامات ورموز واختصارات لها دلالة معينة عدم الانتباه لهذه الرموز أو عدم فهم معناها عدم الانتباه لها بالكلية بأن لا ينتبه لها الباحث أو لا يعرف أن هذا رمز أو أن له دلالة معينة قد يظن أن هذا نقط أو حرف كتب هكذا خطأا من الناس فعدم الانتباه لوجوده أصلا أو لوجود هذه الاختصارات أو عدم فهم معناها يؤثر في التحقيق أو في القراءة سواء كنت محققا أو قارئ للمخطوطات إذن تكلمنا عن ما هي المخطوطات سريعا طيب ما أهمية تعلم قراءة المخطوطات؟ أهمية للقارئ والباحث وللمحقق أهمية للقارئ والباحث أنك تستطيع أن ترجع إلى أصول هذه الكتب التي بين أيدينا لتلافي الأخطاء التي قد تحدث من المحققين لأن كثير من الناس الآن يحقق وهو يعني يأخذ الأمر هكذا هو ليس محققا في الأصل ولكن يحقق هكذا يظن أن التحقيق أمر سهلا ولمخطوطات نستطيع أن نقرأها بسهولة ومجموعة التخريجات وأنتهى الأمر على ذلك وليس الأمر على هذا النحو طبعا وأنا لست محققا أيضا أنا تعلمته بداية ما تعلمت المخطوطات في دورات معهد المخطوطات وأنا هذا العام بفضل الله في دبلومة معهد المخطوطات فأهمية تعلم المخطوطات كما قلت للقارئ أو الباحث لتلافي الأخطاء التي قد تحدث من المخطوطين هذا للقارئ أو للبحث وللمحقق أن يدخل في التحقيق وهو يفهم كيف يقرأ المخطوطات لأن هناك مشكلة كبيرة جدا عند من يعمل في التحقيق أو من يعمل في الرسائل يعني رسائل المجستر والدكتوراه يظن أن قراءة المخطوطات يعني تجد أن الطالب وهذا هدف من أهدف إنشاء هذه القناة طلبة المجستر والدكتوراه لأن طلبة المجستر والدكتوراه لا يتعلمون أو لا يكون مثلا في بداية تعلمه أو في بداية رسالته أن يكون مثلا يقومون بتعليمه ولو بطريقة سهلة كيف يقرأ المخطوط لا يوجد هذا الكلام فيبدأ في الدخول مباشرة إلى المخطوط ويتعلم القراءة في رسالته ثم تحدث أخطاء كثيرة جدا ومشاكل كبيرة جدا فالمحقق عليه أن يتعلم قراءة المخطوطات لأن من مسويغات إعادة التحقيق كسرت الأخطاء في القراءة يعني من أسباب إعادة التحقيقات أو أن يسقط هذا التحقيق برمته أن تقرأ قراءة خطأ وتكثر هذه الأخطاء لأنك إن لم تدري ما معنى رمز من الرموز أو لم تفهم شيئا فعله الناسق وطريقة يتبعها في المخطوط هكذا ستتسلسل أخطاءك وستكثر ويكون هذا يعني ينهي تحقيقك تماما ويكون هذا من المسويغات لإعادة التحقيق على من سيستدرك عليك ومن سيعيد هذا التحقيق مرة أخرى فهذه نقطة مهمة أيضا طيب ما المشكلة في قراءة المخطوطات المشكلة في قراءة المخطوطات أن البعض كما قلت يظن أن قراءة المخطوط أمرا سهلا يعني نستطيع أن نقرأ المخطوطات هكذا والأمر الثاني أن كثير من الدورات التي تعقد في تعليم التحقيق أو تعليم يعني كيفية القراءة إن كان هناك دورات يعني في كيفية القراءة منفصلة هكذا لكن الغالب أن الدورات تكون في تعليم التحقيق ومن ضمن تعليم التحقيق كيفية القراءة ويكون الكلام يعني في محاضرة أو أكثر مثل ما يحدث في دورات معهد المخطوطات على سبيل المساء أين المشكلة في هذا؟ الجانب العملي الجانب العملي يكون قليل يعني ليس لا يأخذ حقه من هذا الأمر وإن كان في معهد المخطوطات طبعا المعهد جزامها خيرا هم يعطون الدورة في التحقيق وليس في القراءة وإن كان هناك ورشات تدريبية يتم تعليم القراءة فيها بشكل يعني عملي أكثر ولكن هذا أيضا له وقت وينتهي يعني الورشة تكون مثلا ثلاثة أيام في الشهر مثلا وتكون هناك عدة ورشات بينهم اتصال في كتاب معين أو في شيء مثل ذلك يعني هكذا تسير الأمور في الدورات كلها تقريبا فيغفل الجانب العملي أو لا يعطى الأهمية التي ينبغي أن أو لا يهتم به بالشكل الذي من المفترض أن يكون وبسبب هذا يخرج الطالب من الدورة أو من عدة دورات ثم يبدأ في قراءة المخطوطات فيجي الصعوبات لماذا؟ لأنك تأخذ في النظر أو تأخذ فيما تعلمته في كافية قراءة المخطوط أنك مثلا تجد الخاء هي اختصار الفروق بين النسخ ولم يرى كيف يكتبون الخاء هذه في المخطوطات ويرى مثلا أن صاد علامة تطبيق ولم يرى كيف يكتبون الصاد في المخطوطات ولا يدري أو لأنه لم يرى هذا لا يدري مثلا أنهم أحيانا يكتبون بل كثيرا ما يكتبون هذه الخاء بغير نقل فتكون حاء ويكتبون الخاء هذه التي بغير نقل والصاد أحيانا بنفس الشكل فكيف يفرق بينهما؟ لا يعرف هذه الأمور طيب اللحق يكون في آخره صحة مثلا كيف يكتبون صحة هذه؟ لا يعرف الأشكال التي يكتبون بها صحة وهكذا ويجد علامات ويجد أحرفا تكتب فوق الكلمات لا يفهم ما معناها حتى إن كان يعرف ما معناها أو أخذ ما معناها لم يعرف كيف تكتب في المخطوطات لأنه لم يشاهد نمازك في المخطوطات هذه نقطة أيضا مهمة وإشكالية كبيرا لأن كثير من طلبة العلوم الشرعية وغير الشرعية يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ المخطوطات القراءة صعبة هذا طبيعي لأنك ينبغي أن تتعلم كيف تقرأ هذا المخطوط يعني لن تستطيع أن تقرأه هكذا لأن المخطوط كما أقول هو بخطوط المخطوطات كتبت بعدة خطوط بخطوط متنوعة وبطرق متنوعة في الكتابة وفي القواعد الإملائية ولها رمز وذلالات معينة أيضا فهذه الأمور غريبة عن كتابتنا المعاصرة فطبيعي أنك لا تستطيع أن تقرأ هذا ينبغي أن تتدرب عليه فأنت تحتاج إلى تدريب فالطريقة التي أنا كنت تعلمت بها والتي أفادتني جدا أنني كنت أخذ الدورات في المعهد وفي غير المعهد ثم تدربت عمليا مع الأساتذة من أستاذنا أستاذ خالد البدوي الذي كان أنشأ مجموعة مكة على الفيسبوك وهي الآن على الوسع أيضا في تعليم قراءة المخطوطات فكنت أتدرب عمليا كثيرا مع أخذ الدورات أيضا للسمرار في أخذ الدورات لكن لا تظن أن أخذك للدورات هكذا ولو أخذت كل الدورات التي في الدنيا ولو قرأت كل الكتب التي كتبت في قراءة المخطوطات أنك ستستطيع أن تتعامل مع المخطوطات لماذا؟ لأن ما تقرأه لن يفهم على الحقيقة أو بطريقة صحيحة إلا إذا رأيت هذه النماذج في المخطوطة وهذا الأمر أيضا أنا وصلت إليه يعني لأكثر من مرة يعني قمت بعمل مجموعات خاصة وتدريب بعض الإخوة على قراءة المخطوطات فهذه كانت الطريقة الأفضل والتي يعني حققت الفائدة المرجوة يعني على بشكل كبير فما الذي تقدمه القناة لحل هذه الأمور؟ أولا دروس نظرية وإن كانت الدروس النظرية هي قديمة لأنني كنت بدأت في بعض هذه الدروس ثم توقفت لأنني رأيت أن البعض يأخذ درسا أو درسيني خاصة في المجموعات الخاصة أيضا ثم يذهب للعمل في نسخ المخطوطات وهذا أمر خطأ يعني أنت تحرق نفسك بنفسك ينبغي أن تفهم أولا وأنت تتدرب وأن تتوقف في التدرب فتوقفت ثم بدأت أفكر أن يعني ينبغي أن تستمر هذه الدروس ولكن ستكون بشكل آخر وبطريقة أخرى وكان أيضا هناك بعض الدروس للإملاء طيب ما أهمية ذلك؟ أنت لتقرأ المخطوط أو لتحقق عمة إما مجرد قراءة أو تحقيق للتحقيق تحتاج إلى عدة أمور أولا القواعد الإملائية أن تتعلم الإملاء الصحيح قواعد الإملائية المعاصرة لأن القواعد في المخطوط الإملائية مختلفة عن القواعد المعاصرة فينبغي أن تعرف القواعد المعاصرة حتى إذا قرأت المخطوط تعرف الفارق بالتعلم ثم تحول القواعد الإملائية التي في المخطوطات إلى القواعد الإملائية المعاصرة ليستطيع القارئ المعاصر أن يفهم الكلام هذا أولا ثانيا الدروس النظرية التي تشرح معنا العلامات والرموز التي في المخطوطات والتي توضح لك بعض الأمور الخاصة بكتابة المخطوطات كيف تصرفون في الهمزات ما معنى لا إذا وجدتها مثلا فضع كلمة ما معنى إلى ما معنى تطبيب ما معنى اللحق وكيف تتصرف في هذه الأشياء وكيف تطبقها عند النسخ وكيف تفرق بين هذه الأمور وهكذا ثلاثة أمور ينبغي أن تعرفها القواعد الإملائية الصحيحة أو على وجه صحيح ثانيا القواعد النظرية ثالثا جلسات العملية في قراءة المخطوطات على القناة هنا أو يعني أضع بعض الروابط هنا على القناة أو على قناة التليجرام أقول مثلا أننا ستكون جلسة مثلا في اليوم في موعدين كذا لكذا ونقرأ قراءة عملية من المخطوطات نجلس ونقرأ من مخطوط معين ثم نتشارك في التصويب أو التصحيح أو نتشاور في الأمور الغريبة ويصحح بعضنا لبعض وهكذا تصير الأمور فبعد مدة معينة تبدأ تجد عندك بعض الدربة وبعض الاعتياد على كثير من الأمور في المخطوطات ونأخذ مثلا في كل مرة قاعدة أو إشكال ستكون في كل الجلسة عدة فوائد إن شاء الله كما أن المخطوطات أيضا لا ينتهي ما فيها يعني حتى ولذلك قلت لك إن أخذت كل الدورات وأخذت عند كل الجهات التي تعطي دورات في قراءة المخطوطات لن تستطيع أن تلم بكل ما في المخطوطات لأن النسخ أحيانا أيضا يخالفون القواعد التي نصت في كتابة المخطوطات فتحتاج إلى أن تجمع المخطوطات التي في الدنيا لتحصل كل ما في المخطوطات وهذا مستحيل لن تصل إلى هذا فينبغي عليك أيضا مع القراءة العملية أن يكون عندك أنت استمرار في قراءة المخطوطات مع نفسك أنت بعد ذلك سواء كنت طالب ماجستير أو دكتوراه أو محقق تعمل في التحقيق أو باحث تبحث في أي علم من العلوم فينبغي أن تعرف كيف تقرأ المخطوطات وأن يكون لك ورد من قراءة المخطوطات فهذا ما أحاول أن أقدمه في هذه القناة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا وأن يتخبر الله مني ومنكم وأن تكون القناة بمثابة الأرشيف أرشيف يجمع الصور والعلامات التي في المخطوطات سواء كانت غريبة أو ليست غريبة لأن المفتدئ لا يفرق بين الغريب وما هو معتاد يعني أن أجمع فيها كثير من الصور ونعلق عليها وأن نقرأ كثير من المخطوطات لأن ذلك كما قلت يجعل عندك حصيلة ويجعل هذا الأمر يعني يبني عندك خبرة مع الوقت كما أنني أحاول أن أقسم أقوم بعمل قوائم تشغيل مقسمة مثلا أجعل كل مخطوط قرأناه في قائمة وحده ليستفيد من يتابع هذا المخطوط كاملا ويعني بعد مدة إن شاء الله سأجعل قوائم تشغيل في مثلا في موضوعات قوائم تشغيل موضوعية اللحق مثلا كل المخطوطات التي كان جاء فيها اللحق أو كل مقاطع التي كان فيها اللحق أجمعها في قائمة تشغيل الموضوع التي تم الكلام فيها على الضرب مثلا أجمعها في قائمة تشغيل سنعرف معنى هذه الكلمات وهذه المستوحة إن شاء الله في الدورة التي ستبدأ قريبا بإذن الله تعالى وأسأل الله أن يسر ذلك خلال الأيام القادمة سنبدأ في دورة في تعليم قراءة المخطوطات للمتدئين وقد نبهت عليها قبل ذلك لكن في كل مرة يعني يحدث تأخير فإن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة سأبدأ فيها سميتها أولى الخطوات في قراءة المخطوطات حتى يكون الاسم هذا يوضح الهدف منها أنها خطوات أولى وهي للتدريب من البداية وستكون دروسا نظرية يعني لا أريد أن أقول نظرية هي ليست نظرية لكن أقصد أنها لن تكون خراءة عملية من المخطوطات ولكن سأتكلم عن موضوع معين باختصار شديد جدا أذكر مثلا معنى الكلمة اللحق مثلا ما معنى اللحق وما الصور الأساسية للحق وننظر كيف يكون اللحق في المخطوطات وكيف نتعامل معه في المخطوط إن وجدناه في المخطوط كيف مثلا منسخه عند نسخنا على الورد أو على الورق وهكذا وننتقل للموضوع التالي وهكذا إلى أن تنتهي هذه السلسلة وأنا جمعت فيها يعني مجموعة من أهم الأمور التي ينبغي على قراءة المخطوطات أن يفهمها وبعدها إن شاء الله ستكون هناك سلسلة أخرى لكن هذه ستكون بمثابة الأساس في القناة هنا لمن أراد أن يتعلم قراءة المخطوطات ثم أراد أن يكون بعد ذلك على القناة أو في دورات أو أي شيء آخر يعني يكون عنده إن شاء الله حصيلة جيدة يستطيع أن يبني عليها بعد ذلك فهذا ما عندي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبوا عرضا وأسف للطالة وشاركوني باخترحاتكم وتعليقاتكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم وإلا الله